قسم الكتابة أزمة صح لكن لما يجي وقول لك الواحد عبد الرحمن أنا ما أعرف أفكر بالعربي أصلاً عشان أقدر عبر عنه بالإنجلس وما يجينا أسئلة غريبة في التاسك 2 هذا الفيديو لك الشيء اللي أنا نجلس في ثالث شهور وثالث سنواتي نجلس في أقل من كثير فهذا الفيديو عبارة عن تسجيل من ورشة عمل سويتها مع المشتركين دور في الفترة الماضية وحبت تشاركك هي لأنه ستطلع منها وستشوف المشاركين كيف خططوا وكيف غلطوا وكيف أعطت لهم الفيدباك إنه هذا ليش كان غلط وكيف الشيء الإيجابي فيه وأحسن من كده أصلاً أنت كده دائماً في الورشة أعطي وقت أن المشتركين لايف بنفسهم يتدربوا وبنفسهم يسويوا هذا الشيء أنت يمديك تسوي له نجوم مسجل فأنت ستخطط الأسئلة بنفسك وبعدين ستشوف أحد من الناس اللي خططوا وشوف الفيدباك إنه أشياء نقاط الضعف وترى سوى أخطاء كثيرة اللي تعلمنا منها وتعلم منها محمد الله كثير من الناس اللي أنت ستكون منهم بإذن الله فهتكون حاجة طويلة شوية تحتاج لك كده تترويق نفسك بإذن الله يلا جاهز نفسك وهجم وحشوفك على نهاية الفيديو في رسالة كده سريعاً طويلة نهجم على تدريب وناخد أول سؤال بي أبغاك تنصدم شوية كده حاول تقرأ وبعدين هتكلم قللك دقيقة كده أقرأ شوف إش الوضع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا كيف الموضوع؟ انصدمتوا؟ كيف سهل؟ بسيط؟ صعب؟ ايش رأيكم؟ ما فهمت السؤال أصلا طيب حلوة جاني هبوط طيب أوكي دست طبيعي ترى طبيعي جدا أنا ذكر اختباري لما دخلت مع انه تدربت كتير قلت دقيق هذا السؤال اصلا ما نفهمه بعضك مخاف بعضك يقول سهل الموضوع جميل وحلو موضوع ما اصنف صعب اكتاك لي في Depends وبيعتمد على انت اول مرة بتشوف زينا بتقول الاهرب وخلاص فبيعتمد على انت اول مرة بتشوف ولا ايه فخلينا اقرام معاكم على السريع فهو مرة بسيط هذا الجزء لا تقرأ السطرين الاولين هذا السطر دائما يكون موجودين فباختصار شطبتهم كده هيكون رهيب ترى فتعود انه في مخك تشطبهم يقول لك عندك 40 دقيقة اكتب عن هذا السؤال بعدين هذا الاخر حاجة اشطبهم كمان ايش يقول لك يقول لك اعطي اعطي اسباب لاجابتك وحط امثلة من خبرتك ومن تجربتك وعلمك ومعرفتك وعليك تكتب من خبرتك هذه كلها معروفة لا احد يقراها فهذا الجزء تمسح وتفهمك نيجي للجزء اللي هو الفعلا المين ايديا طيب نكرا السؤال هذا بيكتب على الانترنت ومعرفتك على الانترنت تصبح ايشات وكتب اكتب الانترنت كتب اشياء مقاضي صارت شيء باقرير حلو بفتراتي 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 دائما أغلب الأسئلة الإيجابيات السلبيات تكون زي كده أو تميع معناها أنه أكثر من السلبيات هل الإيجابيات أكثر من السلبيات؟ يعني زي كانوا معناها مور فهل الإيجابيات هي مور ذن ديسدبانيجيز؟ الإيجاب هذا هو سؤال إليكتو كم؟ بيتين، مكين، كلمة كيف حنقسمها؟ فقايز اللي منكم الريدي في قسم الكتابة شوية بس أنتظرني شويتين بعدين حنسرع الموضوع بس باخد إنتردكشن اللي منكم ما دخل على قسم الكتاب فحيكون سهل على جميعهم السوعب ولما تدخل قسم الكتابة حيكون سهل بالنسبة لي وهذا الهدف صراحة من الموضوع طيب حلو، طبعا إيش نسوي؟ إحنا شقول لك بشوية، قلنا إنه حنخطط حنحلل بعدين نخطط، طب كيف نحلل؟ نحلل كده؟ لا، هو دائما يقول التحليل عندك دائما أي سؤال يتكون من خلفية رأي والمهمة المطلوبة منك نفكر فيها مرة تانية الخلفية معناها كيف أقول لكم هي؟ يعطي لك كده معلومة من بر الموضوع معلومة زي إنه إحنا قاعدين نعيش فعال معلومة مالهية لزمة خلفية كده معلومة background مالهية لزمة الرأي هو إنه يقول لك في شيء قاعد يصير أنا عندي رأي وأبغاك وهذا المطلوب منك المهمة هو الشيء المطلوب منك طيب فتحين نبغى نقسم اللي هو وصل بالسؤال اللي هو هذا الجزء تمام؟ على الثلاثة أجزاء هذي حلو؟ فإيش الجزء اللي هيكون في الخلفية؟ إيش الجزء اللي هيكون في الرأي؟ إيش الجزء اللي هيكون في المهمة؟ طيب نقرأ سؤال مرة ثانية آآ بالضبط هاي فتقول الإآآ ما فهمت الخلفية حدنا فهمها مع بعض هذه الفكرة تمام؟ volimma المpowر بجبار تعليقاتكم منك كبهان الخلفية رأيي مهمة كثرة الاسلاحة هتلاقي الكلام تكرر بسؤولة ثانية بالضبط فالموضوع الجديد اللй منك abortion فأنا عارف well it's just everything is new هنتت 당시 ان Saturn فنكمل طيب أنا دحين لما أقرأ خليني أقرأ سؤال أمر تاني Buying things on the internet such as books, air tickets and groceries is becoming more and more حاجة قاعدة تزيد فهذا عبارة عن إيش هي جملتين فإذا قسمنا السؤال أصلا السؤال عبارة عن جملتين فهذا معناه هو الجملة الأولى يا حتكون خلفية أو رأي يعني آخر حاجة مطوب منك يسألك هل إيجابيات وسلبيات هل إيجابية أكتب سلبيات فهذه على طول هنوديها جزئية الرأي أو إذا ببسطها أكتر هنا هنقول ما في خلفية الرأي هو هذه الجزئية Buying things on the internet is becoming more popular بعدين عندك هل الإيجابيات أكتب سلبيات فهذا السؤال المطلوب بينك أنك تقول له هل إيجابية فعلا أكتب سلبيات ولا لا وضحت سهلة ولا كيف فمرة تانية قلنا السؤال شفنا صلب السؤال شفنا الجملة الموجودة فيه شفنا هل في خلفية ولا ما في البعض الأسل اللي في تكون فيه خلفية جملة إضافية جملة مليها لزمة بمعنى آخر فليش نسمي جملة إسمها خلفية لأنه في حتي يجي بعض الأماكن يعطيك جملة مليها لزمة وهذه الجملة فكرتها أنها تشتتك عن إيجابة للسؤال وهذه خدعة من خدعة أن المعظم ناسي حسب أن خلفيه هو موضوع التاسك هو المطلوب منك أو هو الشي اللي بركز عليه لا هو الشي اللي بركز عليه هو الرأي الموجود فالرأي الموجود حين هو مرة تانية هو ما هو الشراء الأونلاين خلي أسألكم هنا يعني السؤال بيسألك إيش إيش السؤال بيحاول يختبرك في أي جزئية مثلا ممكن بعضكم يعيد حين بعد ما قسم الموضوع الرأي يقول لك الشراء الإنترنت بيصير حاجة شائعة أكتر وأكتر هل هي حاجة إيجابية ولا لا يبغى إيجابيات وسلبيات لكن إيجابيات وسلبيات لإيش سؤال سؤال طيب رغب تقول يبغى الإيجابيات للسلبيات للشراء أونلاين أوكي للشراء الأونلاين شراء الأونلاين أونلاين شابين بايني من الإنترنت حلو ترى تعرفوا في حاجة إذا ركزت عليها صح الإجابة صح لكن في حاجة معينة أعمق شوي إذا ركزت عليها رح تتقوي أفكارك إيش فيه أقرر السؤال مرة خليني أقرر السؤال مرة تانية في شي كده في إضافة موجودة في جزئية كده إضافية هنا الأمثلة الإنترنت الشراء لا شوفوا معي مرة تانية نقرر السؤال الرأي يش يقول إنه نشتري الأشياء على الإنترنت زي الكتب والتذاكر والمقاضي بتصير شائعة أكتر وأكتر هل إيجابيات التسوق بهذه الطريقة أكتر من السلبيات؟ فهو في تعمق في سؤال وصح كلامكم صح وبيسأل عن إيجابي سلبيات أشترون من الناين لكن فيه جزئية معينة انتشاره شيوعه إنتشار تسوقه بالناس يبدأ ويعتمدوا عليه إنه كون مثلا يعني هو دي حين زي كان يصار يقول إذا أنا بشتري ما بطلع بره البيت أصلا كل حاجة بشتريها من الجوال وش حيصير في حياتي؟ بالضبط الشيوع الموضوع بصاب إيجابيات و سلبيات إنه كل ناس يشترون من الناين ما أحد يشتريه ما أحد إيجابيات وفتحين تتخيل معي وضحت عندي سلبيات كتيرة ونفترض إنه ما أحد يشتري بره ما أحد يشتري من السلبي ماركت فإيجابيات طبعا وفيه سلبيات بالضبط زي ما بشتري تقول خسارة كبيرة المحلات على سبيل المثال الاعتماد عليه ومنافع ومخاوة ما شاء الله فإذا حين تقدر تطلع كساد ومدري أشواء تخلى زي كأنه إحنا محللين ما شاء الله ماليين في الموضوع الأجل تقصني يعني عن حسب السؤال مرة يبغاك تكون الشخص اللي حق العالم المناخ داك ومرة يبغاك الشخص حق البزنس اللي يفكر كل شوية في الأونلاين والشوبينج والإيكانومي طيب بالضبط أحمد يقول مثلا زي سرقة الأونلاين زادت بالضبط دا حين إحنا فهمنا السؤال هذه نسميه تحليل السؤال قسمت عليه فأنا فصلت الموضوع وقسمته إنه هو بيتكلم وكل جزئية من السؤال مهمة فهو فكرة إنه قال مور مور بابلر وهالإيجابيات اشتراء بهذه الطريقة اللي هي بالطريقة التزايد بشكل كبير وكتمثل بيات أو لا إذا جاوبت فقط على الأونلاين شوبينج ما سيقول إجابتك غلط لكن هنا تقوي إجابتك ومن ناحية أفكارك وثلاثة أفكارك وترتيب أفكارك سيكون أقوى وأقوى كيف كان من منكم منصدق لسه ويقول عبد الرحمن I don't know أحاسدت أنه بر الموضوع سهل رهيب أوكي آسم المطلوبة بصبت مطلوبة لنذكر إجابيات أو سلبيات سهل easy team أوكي آآ not quality shopping أنا حسن شوي مهم أني فهم الفكرة طيب يلا خلينا نسوي نعيد الموضوع أكثر من مرة ونسو مع بعض تمام طيب نحن يلا خلصنا أول جزئية تحليل نعيد الموضوع هذه الأسئلة كمان وهذه فكرة الوش أصلي نحن نخلي التخطيط لما فهمنا السؤال نحن الموضوع هي اللعبة عندنا إجابيات اتفضل فلنقول الجزء الأول مثلا نقول plus point كده نكتبها طبعا هذا الشيء انت تعرف فين حتى تسويه في ورقة الاختبار ففي الاختبار نفسه عندك ورقة الأجوبة هلو فعندك ورقة قدام وورا فيها الأجوبة اللي عندك هلو أو عليك تكتب إجابتك فما ينفع تخطط و تشخمط هنا لكن حيطيك ورقة الأسئلة اللي حيكون حرفين زي كده حرفين بس بوريكم بعيد ما يحتاج تقرأ يعني هو السؤال هادي اللي شايفين على ال powerpoint هو هادي اللي حيكون موجود هنا قدامك فكل اللي عليك تسويه انك تشخمط في المكان اللي تحت المكان اللي ما هو مهم تشخمط فيه وتكتب فيه من هناك ها بيقول هل هذا مباشر إيه ومباشر ليه شاكك في المباشرية الموضوع لكيف في مساحة في الاختباء مساحة ايو اتوقع جنة افضل انك تجيبيه هم مؤغرب الحين بعطل لكن تعرف ديك مساحة الخربان اللي ما لازم نجيب واحدة باحسن طيب ورقة اللي جابة منفصلة ايو ورقة اللي جابة منفصلة طيب فهذا الفكر فأنت بتخطط فين فهذا مكان يلا نكمل الجزء الأول اللي حسميها الـ plus points اللي جابيات اللي الجزء الثاني هنسميها جزئة سلبيات طيب يلا فتحيني يقول لدينا خمسة دقائق انه نكتب فيها من انا اقول في البداية حط ارمي الفكارك لكن في النهاية اختار اقوى فكرتين ثلاث افكار بالكتير واكتبهم حلو يلا ابوها قد انت تفكروا معايا طبعا مرة تانية لما تفكر معايا في التخطيط انت قاعد تخترع هذه اراءة ما هي اراءك الشخصية ومو لازم تكون مقتنع فيها وبعض لحن تكتب فكرة مثلا بعض الناس يقولوا لا هادي انا انا ما اعتقد كده هو السؤال يقول لك فكر بطريقتين فكر بطريقتين قل الاجابيات قل الرهيب اللي رح يصير اعطوني اشوشي الرهيب اللي حيصير خليني اقرب عندك توفير الوقت السهولة السرعة بتسوق ماني منتزم بالوقت اوسم طيب دقيقة خليني نحن نصور شوية ممكن ورقة وقلب تشيبوها معاكم او عندك مكة اذا كنت مع ممكن تسخدم لابتوب عندك خليني اعطيكم ثلاثة دقائق ابغاكم دحين تكتبوا زي هاد الدروس خلان زي ما كتبتو تجميع توفير الوقت خيارات اكتر مقارنة بالنسبة سعار تطور مشاكل استرجاع المنتج بدون جهد تعلمنا نختار المهم getting so many things صح يلا ابغاك بالعربي او بالنغليزي في تخطيط you're free كويس نكتب بالنغليزي but it's ok انا كتفكر بعربي دقيقتين تكتب فيها إيجابيات وكمان سلبيات وتعبوها كده وبعدين بعد ما تكتبوه هختار احد منكم متحمس مو عشوائيا كده يتطلع في التلفزيون اللي منكم متحمس ان يشارك فكرته وشارك اشي اللي يفكر فيه او ممكن نختار عشان نقدر نشوف ونقدر نحلل هل فعل فكرنا كويس ولا ويكرف دانالبر يلا ثري تو ون عندكم دقيقتين فكروا خطط تانس سؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تايم از اب يلا جاهزين دحين اللي حنسوي دحين انتو خططوا انت فكرت من عندك وعطيت فكارك دحين خلينا نشوف اوكي اذا عبد الرحمن بيخطط او اذا احد يعني ابغو احد يشاركني ايش خطط اللي عندكم واللي حاب يشارك ايش خطط دحين مشاركة سريعة بلقيق دقيقتين عندك الزر حق نسميها ريز هاند اللي موجي حق اليد فممكن تضوط عليه وحختار كده شخصها شوائي بشكل سريع مشاركة شوائية دقيقة انا قازا نزلتها فممكن تختاروا غرة تانية اللي بعض ممكن تختار بغلط ممكن تضوط عليه دحين طيب كون او حاجة او الحاجة بنتضوط عشو او خيارات مختلفة؟ نفسها حلو طيب طيب فممكن اختصرها بـ بدي كده مرة تانية ما فهمت عليك مرة تانية ما فهمت عليك مرة تانية ما فهمت عليك بسبب كيف يعني انه يمليك تشوف الجودة؟ نعم بنحدث قودتها انه يباندنا سبباً لنختار طيب حلو والتي بعده؟ نفتحنا طيب حسنا منذ بالنسبة ل المترجم الموقع الموقع هي بواياً حسنا مرة تانية نحن قريباً من الربائش المترجم المحل مرة تانية مرحبا أمريك أخرج الفنز بيجزت مبادره الجفن and cost must مواني افتحك الوgehen الجفن يعني تخسرينها لا يحقيق الوهم تخسرون الكفا لا تذكر المزايا لكي تعتبر سلبية يعني لا تفهمت السلبية انا فتحكد ان ما في الموضوع أنا أقول على الشابس اللي موجودة بفري لايف اللي هي مش اللي أوه أوكي معلش أوكي 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 أنا ما ما سمعتك فكرة ما سمعت الشابس مدد لي المايك بداي فايزا نحن أوكي طيب فالشابس إيوه خلوزين وشي زي كده أوكي وضحت أشكماين إيه لا دالة بس الفكرت فيه حلو طيب ممتاز آسم جدا علا انا دي حن هشارك كم الـ My thoughts on it وحن نجاء حن اخد كل point وحيتكلم عليها فا الحين خايز ايش يا مائي عافي علا لما يجد وحن أخد كل فكرة وحن الحين حناخد انو حهل لكل فكرة وتكلم عليه عنو اوكي إيتا استخدامنا هاذا فكرة ايش هالشي الحلو فيها هو الشي المو الحلو فيها بحيث انو نقدر نخطط بشكل رهيب يعني هو التخطيط هل جودة الأفكار ربد الرحمن تفرق؟ يب تفرق لأنه معظم الناس يوصل لمرحلة أن يقول نفس الفكرة طريقة تانية وهتكلم عليها بعد شوي فقلي ناخد الpoint هنا نهجم عليها ونحللها هل فعلا هي فكرة رهيبة طبعا الأفكار كثيرة يعني أنت تقدر تفكر في مليون فكرة وكل تكون صح لكن هام شيء الفكرة ما تطلع من إطار السؤال أو من فكرة السؤال لأنه لما يكون الفكرة بر سؤالة وفي تكون فكرة متكررة أي والدرجة بتتأثر طيب ناخد إجابيات أول حاجة علاء كتبت ثلاثة هنا اثنين هنا فأنا ممكن يقول لا المفروض نحاول نزود نحاول أني في التفكير نزود كم فكرة بعدين أختار أفضل أربعة منهم أفضل ثلاثة واثنين منهم دائما بقولها أول أفضل كم فكرة طيب فأول حاجة هي قلت أنه يمدينا نشتري أشياء كثيرة بنافس الوقت فدقيقة إذا كان قصدها أنه يمدينا نشتري variety of things or different things at the same time هل فيها مشكلة؟ فاطمة تقول ممكن توضح أشياء لقلتها؟ طيب فأول فكرة قالت أنه يمدينا نشتري عدة أشياء مختلفة بنفس الوقت فإيش المشكلة أنت شايفين في الموضوع هنا؟ ممكن موقع شوزز بس أي ما تقول ممكن make sense أعتقد أن تقصد بخيارات الشراء بالضبط حلو نفس الشيء بالموقع الملابس وجهاز حلو طيب لكن حلو ممكن يقول فكرة حلو أنا يمدينا نشتري أكثر من حاجة بنفس الوقت طيب لكن أنا بسرعة أرجي للفكرة الثالثة الفكرة الثالثة تقول أن يمدينا نسيف الوقت بدل ما نجلس نروح ومدرياش وزحمة وننتظر في الطوابير من أنت تأخذ الموضوع بشكل سريع طيب مو الفكرتين قريبة من بعض طبعا أنت دائما بتتحاول في الاختبار بأقصى حاجة تقدر عليها أنه هذا ما يكون وضعك حلو؟ أنه تقول إحنا يمدينا نشتري أكثر من حاجة بنفس الوقت وأنا حسيف الوقت لأنه they're exactly the same things فهذه فكرة وداما هذه خدعة لأنه هذا عبارة عن أنه يمدينا نسيف الوقت وهذا يعتبر شرح للموضوع فيمدينا نقول كيف يمديك تسيف الوقت إنك يمديك من موقع واحد موقع أمازون تشتري ملابس تشتري لابتوبات تشتري من رئيش في نفس الموقع في نفس المكان هذا يعتبر مثال على كيف نمدينا نسيف الوقت حتى يعتبر فكرة فرعية من الوقت guys got it فهذه هذه خدعة من أحد المشاكل دائما نسيف التخطير لكن إذا علا كان قصدها أنه يمديك تشتري variety of things أو عندك تشتري variety of the same thing يعني بتشتري جزم عندك بدل ما تروح محل عندك عشر جزم ما ذكرمكم أو تشتري أي حاجة حال تشتري قروة مويف عندك ثلاثة اختار واحدة منهم في الـ online عندك ستمائة ألف خيار موجود ويمديك تختار منهم فيها a lot of options لكن إنه يكون عندك خيارات كثيرة هل هو شيء إيجابي فعلا ولا ممكن يكون شيء سلبي إنه أنت بتشتت عندك حاجات كثة كثيرة إيش رايكم؟ ففهمينه هو عبارة عن أنا أسميه هذا الجزء المنطق من الـ IELTS قدما هو English فإنت فعلا تفكيرك لازم يكون تفكير منطقي وتخطيطك بشكل كويس فعلا يساعد وفعلا يأثر فالإيجابة بالضبط وبعض نقول إيجابي وبعض نقول سلبي أني عندي خيارات مرة كثيرة too much أنا ما أعرف إيش الصح إيش الغلاط هيأخذ مني وقت طويل فهو لازم أحدد الإيجابية قول الإيجابية في الموضوع تمام أنه مثلا الإيجابية في الموضوع أنه إحنا عندنا options كثيرة لنفس المنتج أو options بممتازة لنفس المنتج عندي خيارات أفضل وأكثر من أي محلة عادي زي ما عثمان يقول هذه الجزئية ثانية نيجي للفكرة الثالثة إحنا يمدينا مثلا علا قالت علا قالت علا قالت علا قالت علا قالت علا قالت نحسنا التخطيط وحاصلا هدف هورشة أنه يمدينا نحدد من جودة أو determined معناها يمديني أحدد جودة المنتج كيف يمدينا نحدد جودة بعكس هذه أحد سلبيات شراء online أنه أنا ما يمديني أحد جودة المنتج طيب ممكن علماء كان قصدها كده لكن فهمين عليه استخدامك للغة واستخدامك للغة بشكل واضح جدا مهم هنا إذا كنت مختبت قلت هذه ما هي إيجابية سلبي طيب فهمين عليه فكرة كلا غريبة شوي من يعرف كيف أربطها بالإيجابيات ففي معيار أحد معيار اللي نسميها الترابط والتناسق الأفكار بتكون شوي غريبة بالموضوع هاينا أنا بالعكس أنا ما يمديني مثلا أكتب أو أحدد الجودة الشيء أنا يمديني أختار الأفضل اللي يبدو الأفضل لكن لازم يكون مرة واضح في فكرتي حلو طيب أحد يقول كيفية راني قاية عبد الرحمن طيب رتب لنا طيب ليش ما تيجي الخلاصة وليش ما توريني مثال وأنا أبغى لكم الأخطاء اللي نحن متعلم منها أو مو الأخطاء أو الأشياء اللي يمديني نحسن بها هل مثلا عليا حتجيب صفر لا عليا حتجيب درجة حلوة إذا كتبت كتابك وحتجيب درجة حلوة فعلا ممكن توصل لستة لكن أنا أبغى عليا أجيب سبعة وأنا أبغى لك أنت أجيب سبعة لأن هذا الأفكار بسهل من ثاني ما يحتاج تدرس إنجلش ورشة واحدة هترتب لك أفكارك وهتعرف كيف تخطط كويس خلاص عندك نص درجة مجانا كده تطورتها وبساعتين فشايفين كيف هذي الـ points كيف تفرق جاء في السؤال تعمق في طريقة شرحك والموضوع هذا فهذا جزي طيب ليجي للسلبيات أنه يكون في نصب كتير الناس ينصب عليك وتشتري أشياء غلط وما هتوصل لك This is so true فكرة واضحة ويمديني الحين أفصل فيها أنه يشتري موقع مزور ويأخذ فلوسي ويسرق بياناتي وذلك That's an amazing idea فكرة تاني أن المحلات رح توقف فن بزبط فالمحلات العادية هتتأثر They're gonna get closed Their business gonna go down They're gonna lose money They're 100% correct فآخر فكرتين I love them Amazing خليني دحين أخذ منكم دحين أبغاكم إنه دحين تقولولي طيب خليني نقول هذه كانت تخطيطه خليني إحنا دحين نجيب مثلا خمسة أفكار رهيبين خليني نكتبها خمسة كده خمسة أفكار كده رهيبة اللي تخطيط هنا يلا إيش أول فكرة مثلا من يعطين إيجابيات زيادة الشراء online Effortless خالد قال طيب Effortless إحنا نكتب مثلا كلمة Effortless Effort فأوكي ما عليش الخط أحيكون مرة خربان فأنا استسلمت أوكي المرة الجاي أصلا اليوم طلبت أنا كنت أتمنى اليوم طلبت كده حاجة كده رهيبة يمدين أكتب فيها بحيث إنه لما أكتب يمدينكم تشوفوا بشكل واضح بشكل حقيقي شوية أوكي فأول جزء قلنا Effortless فكرة رهيبة ناخد ما إيش معنى تقول إيش معنى أضحة تقول إيش معنى كلمة Effortless معنىها بغير مجهود مجهود بسيط يمديك تشتري بلما تروح وذلك كده إيش لإيجابيات كمان نشط كتير من Saving Time Effortless or Saving Time نفس الكلمة نفس الفكرة نفس المعنى فلا ما نقوم نعيد الفكرة طيب سهولة استرجاع المنتاج That's a very good point إيوة Return Flexible return policy Flexibility في الإرجاع بشكل عام محمودة فكرة حلوة محمودة اقترحها It's a good idea لكن إذا يمديك تدعمها بأفكار كويسة يعني هل هل ما يمديك ترجع الموضوع هو طلب يمديك تسترجع صح أنا 100% أنه أرجع من آمازون أسهل بكثير أنه أرجع في مكان حقيقي أروح مرة تانية وذلك فممكن أقول أنه ما يحتاج أروح عشان أرجع المنتج سهل نطلب وانلاين ويأخذ الشخص يأخذها ويرجعها وما يخدعني أصلا That's amazing أحد يقول أسعار أقل توفير فاطمة كثير منكم عالي يقول عروضوا الانلاين Better price 100% Better price is a really good one أنه تقول أنه عندك سعر أفضل لأنه تقارم عدة منتجات وتختار الأفضل منهم فحتى فكرة عدة منتجات اندمجت وفكرة أنه أنا بختار الأفضل سعر لأفضل جودة مثلا بالسعر بالشيء بشوف يعني بدي أشتري بنفس الفلوس حاجة أفضل منها Accessible واو عبدالعزيز جاب فكرة مرة تانية رهيبة قال أن الانلاين شوپنج حتى أنت في قرية صغيرة يمديك تطلب نفس الماكبوك اللي أنت تشتريه من دبي مثلا فاهمين علي أو من مدينة كبيرة That's awesome عندك Accessible أشياء ما يمديك تأخذها فهذه الفكر رهيبة ومميزة عن الأفكار التانية دائما نبغي نحاول تكون أفكار خلفها شوية I think that's enough حلو السلبيات ممكن تضيفوا سلبيات كمان Guys ما شاء الله شايف أفكار مرة كتيرة فهذا زي الجزء الأول هذي أمثلة رهيبة للجزء الأول طب نيجي للجزء التالي طبعا الأفكار رجب أن يقول في مليون فكرة لكن تتأكد أنك تميز الأفكار الرهيبة والأفكار ما هي رهيبة تتصل بينهم فعطوني أشياء سلبية غير اللي حنا كنت أقولناها التأخير في الوصول Awesome Amazing Amazing فالتأخير في الوصول فعلا أنه أنا بشتري حاجة online بتأخذ وقت حتى لو أخذت يوم زي same day delivery لكن ما هو نفس فكرة أن تروح لمحلة تشتري sometimes you need something تحتاج حاجة دحين online ما هيوصل لك هو حرفيا دحين It takes some time حتى مرتين تبغى تفكر وتكون أفكارك حرفيا فكرة حقيقية لا تقول هو بأخذ عدة أيام لا هو ما بأخذ عدة أيام وكلنا عارفين وبعض ممكن تقول بعض المحلات تأخذ عدة أيام لكن تقول أن الـ online shopping دائما يأخذ أسبوع عشان يوصل تقول دائما يأخذ أسبوع عشان يوصل الفكرة سيئة ما خليك حذر في الفكرة هذه خليك محتاط تقول بعض المحلات ممكن تأخذ إليه من أسبوع عشان توصل وهذه حاجة سلبية سلبية كبيرة 100% طيب أشه السلبية كمان الإسراف طيب الإسراف فكرة مرة حلوة بزبط إنه getting buying too many things مثلا قبل ماشتري محل أفتح الجوال أشوف سعره online حلو غازي لكن فين السلبية في الموضوع we need to just write it كان صح أنا تريد دائما أسويها لكن هنا لا هي ترجمة نانسي قنقر الهوالة ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 رجع؟ رجع؟ طيب كويس أوكي أوكي نكمل فهن كنا؟ نتنذكروني مرة ثانية فاطمة تقول عبد الرحمن انت نبهتنا على خطأ سوته علاء اللي هو إنو نعيد نفس الفكرة أكتر من مرة تمام؟ ما ينفع نقول إنو نقدر نشتري أكتر منتج بنفس الوقت ونقول نوفر وكة فكرة ما ننفصل هي نفس الفكرة ما نبغى نعرف ما نبغى نكرر الفكار طيب الأشياء السلبية مثلا Lack of security أحمد يقول أحمد لكن هي نفس الفكرة حقية cheating حقية الفراد إنو فيه فراد فأنت تكون خايف ما تعرف إنو buying online deceptive أنا بقول أفكار جديدة حلو؟ فكر معي Is there something different مثلا؟ التوصيل مثلا حلو فكرة من رماب رهيبة سلبية الشراء أونلاين إنو هيكون فيه خدمة سعر توصيل تدفع فلوس عشان توصل هو فإذا قلت إنو بعض التوصيل أبعض الأحيان زي ما إذا قلت دائما التوصيل يكون اسعاره مرتفعة هذا غلط فكرة ما هي كويسة لكن نقول بعض الأحيان وكتير من المواقع تاخد فلوسة ضافية للتوصيل رح ما تقول المنتج مو نفس الصورة That's so common وفين من رحل السلبيات فهي نوعا ما بجاية تحت فكرة الخداع في الموضوع إنو الموقع يخدع أو يسرق بياناتك فيا إنو نفصل للفكرة حقت الخدعة مثلا نقول لا نفصلها فكتير من الشيء تتدمجها في أفكار فرعية مثلا Cheating تحط أمثلة إنو عندك مثال سلبي إنو الموقع يأخد بياناتك يسرق بياناتك الشيء الثاني إنو أحد يقول لك حاجة ويرمي لك حاجة تانية أو يقول لك هذا حتى تشتري بجودة عالية ويعطي لك حاجة بريالين تتكسر أول ما تسخدمها من أول برة الحمدقاء قالت إنو I cannot try my clothes إيوه You can't touch or feel هذي فكرة مره 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 قوي إنو إذا بشتري ونلاين ما يجربوا You can't really feel it You can't actually test it فا You can't test it فكرة رهيبة كازت توقع كفاية فهمين عليه فهذه الأفكار اللي أنا اللي قلت لكم هي فكرة حلوة هذه ما تحطها لأنها فاشاشة تعلمت واشاشة اللي قلت أوكي أنا ما كنت تعرف مجينة نسويها لكن واحد ما نبقى نكرر للفكرة حلو نبقى نتأكد الأفكار المميزة والفكار الفرعية ممكن ينفع لنحط أفكار فرعية لكن ما ينفع إنو نعيد نصي الفكرة عنها بطار فرعية زهرة تقول عبد الرحمن Can we start writing please اليوم زهرة تركيزا على التخطيط بس هنخطط هذا السؤال خلصناه هنخطط نحن سؤال بعد ونكو أهد ونحن ندقز نفس هذا الموضوع نبقى نسرع أكتر نبقى نكون أسرع بسرع بقوة أبغاكم تطبقوا نفس هذه المبادئ على التخطيط رح يجي قدامه هل كان أول مرة وأكتر شيء أخذوق طويل؟ Let's go and do it on the next one السؤال الثاني هذا هو فأول حاجة إش هتسوي؟ أبغاك تكرر السؤال كدا لمدة كدا خليني يقرأ مع بعض The young today spend a large amount of their leisure time in shopping centers It is fear that this could have a negative influence on the young and society To which extent do you agree or disagree with this view؟ واو هالي كم جملة؟ ركز معايا دقيقة قبل ما نركز عنه إيش السؤال؟ إيش يقول؟ إيش فكرته؟ ممكن أحد يساعدني كدا في الموضوع شوية؟ يعني السؤال إيش بيحاول يوصل هنا؟ هل مع التدريب تصير الأفكار رهيبة؟ نعم فقط هذا نحن نسوي أصلا إيش خلاصة السؤال؟ بضبط الشباب قاعدين يقضوا وقتهم كثير في المولات باختصار حلو؟ بتفسحوا كثير في المحلات يابي make sense وهذا بيقفل بعد اقول لك هذا بي يعني او احنا قاعدين نخاف إنه هذا بيأثر عليهم سلبيا على المجتمع وعلى الشباب وعلى الشمجتمع كله وعلى الشباب نفسهم وسؤال يقول To what extent؟ ما شو بركز معي هنا وهذه كلمة بسيطة To what extent؟ سمتاني مقول هادي توقع هي تايبو هي extent What extent؟ ممكن انت ما توقع ان تحتيج دي What extent؟ Do you agree or disagree؟ إلى أي درجة وتكسن معناها إلى أي حد انت بتتفق أو تختلف مع هذا الview اللي هو الفكرة view or opinion اللي هو نفس الشي قد إيش انت مؤيد على هادي الفكرة وعلى هادي وجهة النظر هادي أنه راح تأثر على موضوع سلبين إلى أي مدى exactly يلاي جايس مش بنسوي دي حين؟ إيش نسوي؟ green السؤال فهمناه كده كمان شوية اللي منكم كمان قوله اوه لما يفهم السؤال ففهمناه طيب إيش الخطوة لبعدها؟ نحل يلا أبغاك إيش أنت بنفسك تأخذ دقيقة تتنفس كده بعمق وتقول لي فين الخلفية وفين الرأيي فين المهمة عندك دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر 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 يقول لك أول جملة خليني يرجع لك بعض يقول لحماني شايف خلاص خير مريكم من هنا يقول لك The Young فعندنا ثلاثة جمل قاية الجملة الأولى تنتهي هنا والجملة الثانية تنتهي هنا والجملة الثالثة الجملة الأول تقول حاليا الشباب قاعدين يقضوا وقت كتير في المولات هل هذا رأي؟ هل ممكن يكون رأي؟ ايوه هو رأي فعلا وممكن يقول لك لا الشباب ما بيجرس هناك بيجرس مكان تالي فهو رأي فعلا لكن هل هو رأي لأساسي اللي بركز على السؤال؟ لا بقيية فيست جملة بعدها It is feared فهو قاعدين يخاف إنه هذا بيجيب له نتائج influence تأثير سلبي على الشباب والمجتمع طيب وآخر حاجة يقول لك قد إيش أنت تتفق أو ما تتفق مع هذا الرأي فعندنا لحين رأيين زي قلت لك هذا خدعة هل تتفق أو ما تتفق إنه الشباب قاعدين يقضوا وقتهم في المولات؟ ولا إنك تتفق وما تتفق إنه أنه الشباب اللي يجرسوا في المولات كتير حيتأثر عليهم على المجتمعهم بأثر سلبي واحد ولا اثنين أبغاكم أنت تقولوا فكروا معايا فهو بيسألني على أي بتضارب مع أي فكرة فكرة إنه الشباب بيروحهم ولا تقصنوا ما بيروحوا ويقضوا وقتهم هناك ولا لا ولا التانية اثنين 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 أوكي واحد يقول الاثنين مع بعض الأولى والتانية رهام أوكي رهام ترهيم حلوكي ما تخيلت راح ممكن يكون زي كده طيب أحي يقول تسعة عمار لا ما في عمار وفي تسعة شكل تايب ووشي زي كده يلا أستاذ ممكن توضيح بضلط الفاطمة هذا اللي قاعدين نسوي لحين طيب الإجابة إنه الجملة الأولى هي خلفية هي معلومة مليها لزمة إذا حذفتها انت كويس وبس بيحطلك في الاختبار عشان يكون فاهم قاعد يتكلم على إيش عشان يكون سهل عليك أنك تفهم السؤال فالخلفية تكون عشان يسهل على الطالب أنه يفهم السؤال وبنفس الوقت تكون خدع عليه عشان تخليه يجاوب على في موضوع ملو علاقة فهذه فكرة أبغاك تمسحها يعني أبغاك تكون عندك زي معلومة وهذه ما أحد يتكلم عليها أصلا في الكتاب حقتك أنه حالين يعني يقولك هذه حقيقة أنت ما يمديك تغيرها ما يمديك تضارب فيها أنه الناس بيروحوا في المولات وقت جدا كبير في المولات ما يمديك تقول لا هو هادي قالها إيوة يو إيوة خلاص لازم تعيش هنا في هذا الموضوع ما يمديك تقول إيوة لا أنا أتفق ما أتفق لا هنا لا هذا خلفية هذا ما له علاقة هذا ما هو رأي حلو؟ طيب طيب إيش هو الرأي يقولك أنه نخاف من الأثر السلبي على الشباب والمجتمع بسبب أنه نروح كتير المولات أنه الشباب يروحوا يقضوا كتكبير جدا في المولات يخربهم يخرب الشعب والمجتمع هذا هو الفكرة هذا هو الشيء اللي أنت بتضارب فيه بتقول إيوة ولا لا لا ما هيخربهم بالعكس هيستمتعوا أو تقول إيوة هيخربهم والإجابة أنت ما هتختار واحدة دايما هتجاوب على الجزءين مع بعض لازم تفكر يمين ويسار وأسهل دايما نسميه الرأيي الأسلوب المحايد والأسلوب المحايد is just easiest عشان تكتب كلام كتير فوقت سريع guys وطحت تحليل السؤال مين منكم ما كان فهم السؤال صح إلا لما حللتوا صح أو لأ أو كان حيمديك تفكر في شيء ما لي علاقة بر الموضوع مرة حلو أوكي أمني تقول أنا كنت حرفين فعلهم كتير منكم يقول أنا أوكي ندوبي فهمت أوكي توي أركز حتى حتى شايفين أنه أصلا أنا كان يمدين جاوب إجابتي كلها تكون غلط عشان أنا ما فهمت السؤال صح وزي ما يقوله تقوله دائما فهم السؤال نصر الإجابة هو في الاختبارات العادية ما أتوقع هو المذاكرية 90% من الإجابة لكن هنا فعلا فعلا أنا بشوف والموضوع سهل وبعضنا حتلاقي فكرة مرة معقدة وبعضنا حتلاقي كلمات صعبة ما هي كلمات صعبة في السؤال ما أنت فهم السؤال أصلا فلما تحللوا بعضنا حتتعرف أن هذه كلمة أصلا ما هي مهمة حتى لو كلمة لجر ما أعرفها ما هي مهمة نخلينا أوريكم مرة ثانية مثلا أحد يقول كلمة لجر عبد الحمان ماني فاهم إيش معنى كلمة لجر خلينا أشطوبها طيب أشطوبها يلا هذي جملة أشطوبها يلا هذي جملة أشطوبها خلفية يقول لك spend large amount shopping يعني أنت عارف كلمة large وعارف كلمة young وعارف كلمة today وعارف كلمة shopping طيب من قال لك لازم تعرف كلمة leisure ما تعرفها اللجر معناها السرخاء والسياحة مو سياحة اللي هو الترفيه فاهم عليك حتى لو نحذف الجملة وفاهم نص منها أو في كلمات صعبة في السؤال ذات أوكي يمديك تعيش خطوص عندك سمت الموضوع طيب وهذا جزء اللي لازم تفهموا لأن هذه الكلمات دائما تتكرر هذا الجزء المهمة دائما معروف وعمرك ما تلاقي فيه كلمات صعبة ومعظم الشيء اللي يكون صعب هو جزء الخلفية ومرتاني ما هو مهم جدا فخلصنا يلا كايزا حين نبغى نحلل السؤال نخطط السؤال دحين ايش الجزء الاول ايش الجزء الاول في الموضوع ايش التأيد تأيد ايش الجزء الاول انا نقول حيأثر سلبين تأثير مثل اقول يا رب يسر لي الكتابة هنا سلبي اوكي اليام شاء الله بنوره اوكي مدري اوكي انتوا فاهمين اتمنى ما يحيأثر مثل ما يأثر مثل ما يأثر حلو فقسمتوا انو لا بلو تأثير سلبي فعلا او لا ما يأثر to be honest ما يأثر مرة ثانية هنا ما بتقول تأثير ايجابي كايز مرة ثانية نرجع انت بتختلف على ايش ما بيقولك هل انت تأيد ان يكون لأثر ايجابي هنا ما بتكلم على ايجابيات وسلبيات بيقولك تأيد ولا ما تأيد فلما اقولك ايوة فعلا عبد الرحمن انت كلامك صح انو فعلا بأثر سلبيا على الشعب هادي معناها فعلا معناها انو ايوة حيأثر على الناس اللي بي لكن لما تقول طب لا انا عبد الرحمن ما اتفق معاك هو يعتمد على الانسان الانسان كويس حيستفيد وحينبسط والانسان الثاني حيخرب وحيخرب غيره ايوة حيش لا افتقاده لبليات ايوة ايوة كتير منكم يعانين يتكلم على وقت الصلاة بعد عشر دقائق صح خمس دقائق دقائق حسبت توقيت جدا الرياض ومدرياش وشن ان اخذ لبليات بطريكل تأثر على صلاة المغرب فحنا اخذ حرفيين وقتين ان شاء الله طيب في خمس دقائق كمان طيب فكيف تفهمين علي إلا ما أقول سلبية سلبية الموضوع إيه وتبغى تقول أنا ما أتفق معاك أنه لا يعتمد أو ممكن أن له تأثير إيجابي العكس هو مو معناه أنه لازم يكون له تأثير إيجابي أقول ما يأثر ما يأثر تأثير سلبي ممكن ما يأثر أصلا أو يكون له تأثير إيجابي It doesn't matter كذا أنا أتمنى أنه ما بعقدكم بشكل أتمنى أنه ما حاسين إحنا في درس فلسفة ومنطق ومدري إيش طيب إحنا أبغاكم تخططوا ناخد دقيقتين أعطيني كيف ممكن يأثر سلبيا موضوع إنه شباب يروح المولاد وليش سلبي طب ليه طيب يلا قل لي ليش بأثر سلبيا فعلا وليش ما بأثر أو بأثر إيجابينا أو صل ما بأثر يلا عندك دقيقتين فكر فيها وناقشها مع بعض ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 كيف احسن التخطيط اتمنى احنا اخذ الحين ان شاء الله هناخد بريك ان شاء الله عشر دقائق سلي نرجع وحاخد افكاركم ناخد مثل شخصي يشاركنا افكاره ونجد اليده بعدين معلش او نناقش افكاره بشكل بشكل logical فناخد حين البريك عشو دقائق عشان نكون ماشية الوقت كويس ونرجع بعدها ونتحمس انو خلص التخطيط هذا عند الاكشن حيصير اسرع في الاسرع البعدها خلينا شوفكم بعد عشرة بفضل عبد عزيز هلا اولي ايه انا خلينا نقفل صوت من هين رقيقة بس عشان انا اقدر اسمع كويس يلا اه خضل عبد عزيز ايو فحلو أنه ليس جيدًا. أنه ليس جيدًا. أنه ليس جيدًا. والجميع يجب أن يكون هناك. المسؤولة هي لماذا؟ لذلك يجب أن تقول لي لماذا لماذا؟ لذلك يجب أن تكون هناك لا يمكن أن تكون هناك. لذلك يجب أن يجب أن يذهب كل الوقت. لا يمكن أن يذهب إلى العمل. لا يمكن أن يقوم بمساعد. لا يمكن أن يجب أن يقوم بعمل حشي. لأكبر من المصدر. لكل منظر. كيف نكتبها؟ تعطيني فكرة جوهرية أمريكا هذا؟ هل هي نقطة مختلفة من المتصلة؟ هذه النقطة الأولى التانية التالتة ولا هذه نسميها في نقطة واحدة صراحة أنا أحسنها مختلفة معظم الأشياء مثلا مثلا أول حين الشغافي نعنكر الوقت في المولاد فالوقت يعني في وقت في المولاد الأفضل أنهم يخرجون يعني يروحون غير مكان يروحون شي جديد شي جديد عن بزنس شي يعني جميل 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 حسيس حلو هذي نطب حلو أنا أقول هذه الفكرة أول دائماً أبنفكر أكتر من فكرة يعني عشان تساعدني نختار الأفضل لما يجب أن يكتبها يكون سهل ألموني واحد ما لدي الفكار وذلك دائما أقول من ثلاثة إلى أربع أفضل رقم طب نقول too much time طب أنا قاعدين نعطي وقت زيادة مرة طب أشكمان and I think for the healthy for healthy some people they hang out a lot a lot طيب حلو أبنفكر فيها بالعربي كمان حلو إيش يعني أختبر حيشوف يقول إيش دخل الصحة في إنه أروح الملاعب طيب أعطيك الآن السبب أعطيك السبب أنه في بعض الناس يعني يطلعون يعني تخيل أنهم يطلعون مواصلين يعني كمون كده يرحون يطلعون يطلعون ومواصلين صح صح فهم ممتاز هذا الشيء مجزين لا له ولا لمعك لا رأي هو لا رأي سهل حلو حلو طيب طيب مواصل أوكي خلاص خلينا بتباهيني حيأثر في الصحة أوكي طيب إيش كمان ممكن يجي كمان أدل يعني فقل وإي صح بما أن يغطيك عافية مشاركة بضبط خلينا نكمل يغطيك عافية لمشاركة هذه أنا مجدد لأنه اليوم داخلين عشان نظبط للتخطيط حقا لأنه هذا الجزء مر مهم إذا ما عندنا الفكرة كيف نكتبها طيب وإذا عندنا الفكرة ما هي مرتبة كون الكتابة قصة تانية القصة كبيرة مهمة لكن الفكرة نفسها تكون واضحة قصة مر مهمة شكرا أبل عزيز يعطيك العافية خلينا نكمل لأخذ كاراكتر طيب كيف عافية طيب جمين أبل عزيز أخذنا فكرة أبل عزيز ممكن ناخذ فكرة من هيفا هيفا تكمل سلام عليكم سلام عليكم أهلا أهلا هيفا كيف أمورك الحمد لله هو الفكرة أنه أنا فهمت الموضوع يتمحور حول الشوبينج بالنسبة لليونج بيبو فأنتبه نكمل نيكتف إمباكت يعني I don't agree يعني with it أنه أنا بشوف أنه يعني 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 يظل الجزء الأول صح يظل هنا في هذا الجزء الجزء الأول يقل عشان نكمل الجزء الأول حلو بصد طيب فإش حيكون قلت افكت دير أكاديم ممكن رح يكونوا سلفش لأنه رح يأثروا على الفاميلي مثلا ممكن يأثر على الفاميلي كيف ممكن يكونوا سلفش بعدين يعني إذا طول الوقت يجلس يقلطوا على فممكن يأثروا على الفاميلي بشكل مباشرة يكون سلفش ممكن سلفش مع هذا الموضوع أعتقد أنه يجلس هذا حيجي في الاغري ترى أيوة الاغري هذا تأثير سلبي هو الاغري إنه فعلا حيكون له تأثير سلبي معناها لا ممكن ما يكون له تأثير سلبي أصلا أو ممكن بالعكس تأثير يجابي فاميلي فعلا يعني الاغري جاية أيوة فعلا يلوه تأثير سلبي معناها لا أنا ما أتفق معاك إنه لوه تأثير سلبي ممكن ما يكون له تأثير سلبي أو ممكن له تأثير إيجابي على العكس إلا أنا كذبت هنا ما يأثر الثاني اللي بحاول وصله لا ما يأثر يعني أنا أجلس في المولاة الشوابي بس المولاة ما يأثر عليهم فأوكي نيو أنا فهمت العكس إنه لما أكون أجري برضو شفت أشياء نيكتف أوكي أنا كنت في الأجري وأكيد رح تشوفها غلط إنه رقلت إنه الـ people need to be aware of online shopping issues and its consequence they might shop with fake website might reveal their personal information without understanding محسس في الجزء الأول أول الجزء الأول إيش كان من السبريك وإيش كان المخطط وإيش اللي كان في بالك سيد عبد حو ممكن نقرر السؤال مرة ثان لهم هو لخبط what do you extend do you agree or disagree with this اللي هو this view أي view اللي هو إنه إنه شباب لم يجلس بوق طويل بأثر عليهم وعلى مجتمعهم حلو ف مثلا الجزء عجبت جدا أفكارك هنا لنفكر العكس تماما هذا واضح بالنسبة لي العكس تماما مجمين عكس نخلص على كده الجزء الثاني كان فكرتي فعليا غلط أهمت حلو كويس تعلمنا that's amazing طيب هيفي أعطيك عافية خلينا نكمل عليك نحن شارك شكرا طيب فاطمة إبراهيم سلام عليكم السلام أهلا وسهلا إيه فاطمة let's go ahead الكتابت في الأقري التزا نيكتف لأن بينشغلون عن الدراسة والعمل بالتسوق أو أو أخليك نكمل عليها يعطيك عالي فاطمة نو خلينا ناخد الجزء ناقص عشان بعدين ناقص يعني تبغى ما أتفق ليش لأن لأن هم يحتاجون وقت للترفيه مثل غيرهم ممكن هم بيساعدون بحركة الاقتصاد لما يتسوقون ولهم حق ولأن لهم حق يكون حاجتهم ويتسوقون آه آه أوكي رايت لهم حقهم مثلا ممكن نذمج الأولى مع الثانية أن حقهم في الترفيه حقهم بالشراء للأشياء الضرورية حتى يعني الأشياء الضرورية والأشياء غير ضرورية كمين عجبني إنك نفسي إذا مجت الفكرة فعلا لأن هو فعلا أنه مثلا أنا حقي أنه في حقي يختاروا ويأخذوا قرارات بنفسهم لكن بنفس الوقت أو يأخذوا راضهم والنيت وبنفس الوقت ويختاروا ويمكن ندمجها فعلا ممكن ندمجها فعلا مرة ثانية إحنا ما قاعدين نتكلم أنه أصل يروح المولاد لا إحنا قاعدين يجلس وقت طويل في المولاد هو اللي بيأثر ما بنتكلم عن اللي بيروح في الأسبوع بيروح متقسوم سنفرات في الأسبوع هداك وضعه هو ما يأثر وراحين مستمتر ومبسط طيب ويش كمان بالصراحة بص هذا اللي خذبت بالأجر حلو حلو يطيك عافي فاطم آسو ميزيك ممتاز طيب ممتاز جدا طيب يلا لحين قايز نيجي لحين ناخد كده overview سريع على على الشيء اللي قاعدين يشوف كده قدام حلو ناخد الأفكار هذه القيمة بسرعة ونروح لك بعد توام يلا ف let's go here دقيقة ما تخلين يضبط الصوت أرجع كيف كان كثير مكان الصوت كده أحسن ما أعرف كيف كده صوت كده كده صوت كده كده صوت كده كويس ممكن هل يمكن before better ممتعت حرم هو هذا أحسن من ناحية الطيب يلا ممكن تعلوه إذا كان كريم بشي ذاك طيب أنا أبغى دوره في الخط أنا أبغى دوره في الخط إيبو من جد له قاس لأنه مش كنت قاعد أكتب بالماوس تخيل واحد تكتب في الماوس هو طيب طيب ناخذ الفكرة كانت فكرة رهي عزيز قال يعطوا وقت كتير جدا وقال وهذا بأثر على صحتهم طيب مو صحة شيء فرعي يعني كيف يتأثر في الصحة يعني كيف كيف أنه أجلس وقت طويل في المولاد بأثر على صحتي أنا ممكن أقول فكرة أنه بأثر صحتهم نروح مولاد لا هي كفكرة لسه يعني أنت ما شرحت يعني ما رتبت فكرة بطريقة منطقية هو مو معنى الفكرة سيئة هو معنى أنك ما قدرت توصلها فإذا ما قدرت توصل أيام على فكرة فعلا سيئة أو إنه هي جز من فكرة فرعية أو ما قدرت تشرحها كويس الصحة بتتأثر إذا ما قدرت تكتوبها بشكل بسيط هي بإحتمال كيف تكون فكرة فرعية فلما سألت عبد عزيز عبد عبد عزيز وصلي كيف قال إذا يروح مواصلين يجلسوا بالساعات وبالحرفين for tens of hours وهذا يأثر على صحتهم إنه ما يناموا كويس هذا ممكن يجي هنا مثلا أو طبع time too much تهيق time too much معنى ممكن يقول عليه waste of time إنه يضيع وقتهم ما ضيع للوقت أو ممكن بلحين بوليكم كيف قاعد يفكر ففكرة الاثنين مع بعض غريبة أو healthy ما ما نحن قاعدين نربطها كفكرة مرتبة فأنا ممكن أرتبها شوية أكتر أقول العكس أو نخلي العكس نخلي هذه فكرة جزئية فرعية إنه يجلسوا إنه صحتهم تتأثر لما يجلسوا في المرات فترة طويلة وما نقلب الفكرة هديكة إلى فكرة مقنعة كيف نقول إنه تأثير صحتهم لما يقضوا وقت طويل لأنه أصلا السؤال بتكلم عن الناس اللي يقضوا وقت طويل ما بتكلم عن الناس شخص اللي يبرو أبو أبو ساعة فهي معروفة إنه بيروح two-mash-time تأثير سلبي لأنه two-mash-time عارف لكن كيف two-mash-time ليه تأثير سلبي عادي 16 ساعة وإيش رح يصير في حياتي صح تكحة تدهور إنه ما يمدي اقتمار سريعة درجة الموالات في نفس المكان هتموت مثلا ويأكل أكل غير صحي مثلا health مثلا هذه موضوع الأكل غير صحي كمان هذه فكرة الجديدة يمكن نكتبها eating habits أنه في الموالات دائما يأكل أكل ونالتأكيد ما هيكون في أكل بيت هيكون كلها شبهة سريعة وكل هات كده 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 junk food زي ما علي يقول بظبط طيب وعد تقول تأثير العلاقات الاجتماعية بظبط رح يأكل مبر زي ما سحر يقول بظبط فمثلا كان يجب نضيف فكرة فهنا ممكن أخذ هذه الفكرة فهذه فكرة time too ومشتي جوة health تمام والhealth ممكن يكون مثلا ليش ونظيف ونصنف ه no exercise ما في رياضه مثلا الفكرة الثانية كاترهيبة اللي هو أنه بأثر في دراستهم أو ممكن يقول or work their academic level أو الناس الموظفين بأثر في عداءهم في الشغل يتعرس طوالة اليوم هناك وحرفين تروح المكتب وتكمل أو تزج وقت طويل حتى في المعامل ما حتكون كويس أو في دراستك ما حتكون كويس ما حمديك توازن personality كانت فكرة حلوة لكن أنا قلت مثلا أنه سألت أنه نفصل فيها ووضح عندنا أنه هي قاعد يتكلم عن family finance أو finance مثلا أو فلوس البيت يتأثر هم يصير selfish كيف يصير selfish أنه إذا خلنا فكرة كذا واضحة من البداية ما تحترش واضحة من ناحية أنه فكرة أنه العائلة بتتأثر لأنه أنت تروح ملات it's going to spend too much money and that's going to impact لي فهنا مثلا نقول البرسناليتي كده غريبة طبعا شخصية هتتغير كيف شخصية هتتغير لأنه هتصير ممكن ممكن مقنع لكن أنا بفكر كيف نجعله أفضل وأفضل ومفهوم بسرعة للمختبر فإذا المختبر ما فهم عليك وفهم أنه تتكلف موضوع برا وما هي حاجة حلوة فممكن أقول أبسطها يعني أبسط الفكر هديكة أكتوبها بطريقة أنه أقول too much shopping too much purchase or too much مثلا oh my god حتى السبينغ حق الخير بسبب اللي ما هذا too much أوك أنتم فهمين حلو too much shopping وهذا يأثر على العائلة this is a great idea بعد مرة ثانية اللي نقدر نتكلم عن الأكل ممكن الأكل يكون جوه الصحة وممكن يكون حاجة موضوع مختلفة ويكون فعلا يكون جوه الصحة حلو فنقدر نكتوب هذه فكرة فرعية جوها فهي eating ومن ناحية exercise الفود اللي هياكلو إلى آخر هذه هذه مراجعة الأفكار اللي كتبناها عن الجزء الأول طبعا الجزء الثاني فيما كان لخبط هو يقول disagree أنه لا ما هيأثر هيكون تأثير محايد أو يعتمد أو من كل فعلا يكون تأثير إيجابي رقم واحد هو الاسترخاء أنه واحد يرجع ويسترخي ويجرش حتى الوقت طويل يسترخي عندهم الحق أنه يسترخ ويسترخ يمكن يختار بطريقة اللي يبغوها فهو كنت دمجز الفكرة واحد ثلاثة حلو اتفقنا ومشينا عليه كويس يقول أنه يكون تأثير إيجابي على الاقتصاد this is great idea في عين الناس يشتروا أكتر والسوق ما شاء الله ويكون فرص لما يقول اقتصاد تأتي في كل الأفكار الجو حيزيد فرص عمل حينشط الاقتصاد حيزيد ما مدري ايش كتير ايش كمان improve the economy هديل بظبط موجود ايش كمان اللي نضيف أكتر مريم تقول break the routine يكسر روتين لا هو مريم هذي بيقول الشخص اللي بروحه كتير الأشخاص يجلس كتير يجلس وكتير جدا للمنات هو مهو الروتين هم أصلا الروتين حقهم نروح المنات it's not you're not breaking the routine ما بتكلم شخص يروح أول مرة أو مرة في السبوع المشكلة هي بطول هذا الجزء الصعب الوحدي يفكر فيه economy is good relationships ايه انه يطور مهارات social skills or relationships or make more friends or social or meet new people انه حيطلع برة حيقابل الناس أكتر رحي social skills بظبط حيسبق بزحمة هذه مرة تانية منذ التأثير السلبي ترى ففكر حلوة social أو تطوير الشخصية فكر حلوة making friends فكر حلوة مرة تانية meaning new people وكمان ممكن ناخد طريق طبع مرة تانية لا أفكار لاتكم تميزة ما تقول ما تقدر تناقض فكرتك بنفسك تقول هياكلوا أكل رهيب أو لا هياكلوا أكل حلو جدا high quality food لا يملك تقول يجربوا أكلات من مختلف الأماكن بسبب المولاد فيها options كتير ما هو أكل البيت هداك هو صح إنه أكل ما هو صحي وهذه فكرة لوحدها لكن بيجربوا different variety food مثلا مدني فكرة خربانة صراحة أبري مملك ممكن يتدرب وعد تقول ممكن يتعلم لغة جديدة حور تقول صراحة سيت الموضوع الصعب من أول طبعا هادي خدعة الورش أصلا أنا بأخذكم بالجزء البسيط ونقول لكم هناك فهذه الفكار يعني they're good زي ما قلت لكم تعتقد فكار just more than enough أنك تفاصل فيها فكذا guys خلصنا التخطيط للسؤال التاني لحين نبغى قلت لكم تاني لا تعيد نفس الفكرة وتقول أمر تانية لأنه المختب it's just something really bad وتأثر صح همش أنك تكتب لكننا نجهز نفسنا ففكرة أنه تخطط أصلا بحيث أنه عندك فكرة جديدة is just a much much better idea نيجي لحين على الجزئية سؤال التالت يلا نبغى نقرأ أسئلة لحين ونفكر فيهم جهاد يقول كيف أطلع فكرة قوية خمسة دقائق اليوم أنت قاعد تسويها لحين نسويها في سؤال التالت بشكل أسرع يلا سؤال يقول some people think that معاي هنا some people think that parents should teach children how to be good members of society طيب ميش معناها يقول لك بعض الناس يعتقدوا أنه الأباء المفروض يعلم أطفالهم منه كيف يكونوا أعضاء محترمين أو كويسين في المجتمع يعني بني آدمين باختصار سيب نقولها بعض الأحيان فothers however believe that school is the place to learn them عشان يعلموهم يربوهم كذا هذا هذا شغلة المدرسة ما هي شغلة الأباء يقول لك ناقش الطرفين وأعطي رأيك يلا عندك دقيقة قل لي إيش فين إيش حنسوي تمام فين الخلفية وفين الرأي وفين المهمة عندك دقيقة ونحفتح للشاشة الكبيرة عشان يكون سهل عليكم أن نشوفهم بعيد اشتركوا في القناة إنه حر جدا قبل ما إذا كان لنا إذا كان سؤال و لم تفهم منه شيء لدينا هذا هذا يعني أنك لم تدخلت الدورة المكثرة إذا أنت ما تخذ الدورة معناها ما هيجيك السؤال ما هيجيك سؤال ما هيجيك منه شيء لكن إذا خذت الدورة هدا قاعدين نسويه أصلا اليوم قاعدة تخططي كم سؤال وتعرف كيف تفهم السؤال حتى لو كان صعب وحتدخلي في الدورة عندك خد 600 ألف مثال حتى أخذيه ما هيجيك هذا السيناريو ممكن تعديك كلمات بسيطة But that's okay يلا إيش اللي عندنا هنا خليني يجري سؤال Some people think that parents should teach how others believe However the school is a place to learn this Oh wow فعندنا كم جمل؟ عندنا ثلاثة جمل فيقول لك أنه ناقش الطرفين واعطي رأيك فهل الجملة الأولى خلفية ولا لا هو أصلا جزء من الرأي في رأيين وما في خلفية بضبط هي ما هي معلومة ضافية هي فعلا معلومة مهمة في الضبط ما في خلفية وهذا هو الفكرة هنا بعض الناس يقولوا أنه الأباء والثاني يقولوا المدرسة فهو من يربي للأطفال أباء أو المدرسة وينتناقش يمكن يقول لي هذا ولا هذا ومرة ثاني يخطط يلا هاين تقول أباء وهناك تقول school فهنا نقول ماذا الجزء الثاني خلينا نرتب بنفسي ترتيب السؤال أنا ما كتابتر هذا الماوس وضعه شوية فمثلا school هنا نقول parents بي كده خلينا سهلة مثلا سهلة حاجة شوية يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة فوعي دياز هنا واحد اثنين ثلاثة لأربعة كويس يعني هو بريتاني يقول أربعة أنه دائما يعني أهم شيء يتحاول أن تفكر أكثر من اللي تحتاج وعشان ما تكتب تختار أفضل حاجة تكتب عليها هذا البيتر في الموضوع يلا guys عندكم دقيقتين أفضل نتجيب وعلا تتفكر فيها ورقة وقلم وإذا ما تقدر ممكن ترسل تكتبها كلها وترسلها كلها على بعضها في الشات يلا دقيقتين let's go اشتركوا في القناة 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 أنا صراحة قاعد أقرأ تعليقاتكم مخي علق السؤال هذا أصحى من القبل عبدالرحناشي قاعد تسوي طيب خلصت الأفكار اليوم أحي قاعدين نجيب والحمد لله أسئلة تعليقات بجيب طاقة سلبية طيب دمجة الاثنين لكن هنا ريم بتحاول نتناقش كل فكرة علىها بشكل منفصل كل العراء تمشي بالضبط فأنا أبغى أنه أكون حرفي نركز على السؤال ورمي فيه تمام طيب أنا مثلا قايز ناخذ مشاركات مرة ثانية فدقيقة أنا أحشي للمشاركات قايز أنا أحس المشاركات تكون في الشات رهيبة فأنا بناخد الناس اللي كتبوا في الشات وناقش عشان نكون عشان نقدر نسايف الوقت فأنا بأخذ سؤال كمان قبل ما انتهي الوقت طيب بقرأ بعد طريقاتها شوائية مع أنه ريلي ويش نو أقراهم كلهم فأنا تقول إنه الأباء هم قدوة لدقيقة أنا ممكن أحط لكم تعليق حين عشان كلها نقرأ كلمة بعض طيب خليني أقراه طيب أنا بقرأ الأفكار وانتوا فكروا معايا هل هي فكرة حلوة أو لا؟ طيب إنه إحنا فاهمين السؤال كويس إيش قاعد يقول؟ قاعد يقول هل المفروض المسؤولية الأساسية بتكون عند الآباء اللي هي موضوع التربية ولا هو هذي مسؤولية المدرسة الكبيرة فإنت إحنا أنت بيقول ليش الناس اللي قاعدين يقولوا هذي مسؤولية الأباء ليش بيقولوا كده؟ لأنه طب ليش؟ ليش؟ الشخص ذاك مثل اسمه أحمد يقول مثل يقول أحمد محمد حلو؟ أحمد يقول لازم الأباء يساويوا كده ومحمد يقول لأ المدرسة طب ليش أحمد يقول كده؟ تخير عندنا في غرفة شخصين أحمد يقول إنه هم بيعيشوا معاهم مثلا تحيطون معهم طوال الوقت بيقدروا علمهم أكتر هذا الفكرة حلوة إحنا في نهاية الوقت يقول إنه تخلص الورشة لكن كده منتجات أبل؟ لا هي ما بلو منتجات إلا أبل حسنا؟ مينفع هو الأدابتر اللي خرب الموضوع طيب حسنا بيتكلم عن الأباء وإش الـ points اللي هما قالوها؟ أو إش الـ points اللي ممكن تدعم؟ فـ ممكن يكمل عليها؟ إش الـ points مثلـ parents need to give the الأساسيات؟ هو دي حالي إسراء إنتي قاعد تقولي إنه المدرسة الأباء هم المفروض يعطوا الأساسيات والمدرسة تكمل لا هو ما بيقول لك إنه هل هي فكرتين مع بعض لا يقول لك انت تقوليني إنه هذا ممكن يكون الرأي في النهاية الرأي الموجود في القالة في النهاية يقول المفروض الاثنين يسوي مع بعض هذا هو الرأي أنا اللي كل واحد يتفق عليه وهو الرأي المنطقي صراحة والأغلبية تكون عندها لكن كيف لما نقول الأباء هم المسؤولين؟ ليش؟ طيب فـ أعطيني الـ points أنا معي الـ 2 هو كل أنا معي الـ 2 تقريبا 90% مننا اللي يقول الـ 2 لازم الـ 2 نركز هو السؤال ليش؟ ليش الأباء هم المسؤولين؟ أعطيني points لا تقولي الأباء هم المهمين لا أنت ما قاعد تعيد الصياغة وقت تقول لي ليش؟ لأن الطفل نشأت الأولى بالبيت ممتعس الوقت ممتعس هل أقدر لأن الأباء يقضون وقت أكثر مع أطفالهم ممتعس لنعيش معهم طبعا ألها القدر الأطفال فعلا واو رهيبة من عثمان عثمان يقول الأباء هم اللي بيهتموا والمدرسة ما هتهتم بهم زي أباءهم ما هو هو عبارة عن طالب عنده في مدرسة هذه ثلاثة أفكار رهيبة حلو؟ طيب نيجد حين خلينا نشوف مثل زي أم ريم يعطيهنا عافية شاركة خلينا أقرأ التعليق وناقشه ما ما عرف هو رهيب وللا قلنا قرأ مرة تاني كده بصوت عالي تقول أساس التربية في البيت وليس المدرسة المبادئ والقيم كلها من البيت وبهذا تم التمييز المدرسة عن الصحة والخطأ في التعامل والإفعال المدرسة التربي ولا يوجد مقارنة بينها وبين البيت كلام جميل مقالة رهيبة في مشكلة هل أم ريم قالت سبب عين ولا هي عادة صياغة الرأي سؤال مين يقول لي اش صار عادة صياغته يعني حرفين عادة الصياغة طب هو الاختبار حلو عادة صياغة جميلة هتحتاجه لكن السؤال دي حين طب ليه تفهم فأنا دي حين في وقت التخطيط انت ما بتعيد الصياغة انت بتيجي للخلاصة عطيني الخلاصة طيب تقول ابن الرحمن انت بورش حقي طبيعة الدين الخلاصة واطلع منها فالدين الخلاصة هنا قل لي ليش يعني انت تحين بتخطط لما تكتب هتكتب 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 250 كلمة وعندك وقت انك تكون تعيد الصياغة طبعا وفعلا نعادة الصياغة مهمة فأنا بغل ما بغل جمل فانت المفتخطيط ما هتكتب جمل هتكتب رؤوس اقلام السريع لان الابناء يقلدون الاباء قصد الابناء يقلدون الاباء وممكن يقول والابحاث أثبتت على هذا الشيء ممكن كمان يقول ذا كده فحلو فأتوقع كيف فأنا بس حبيت موريكم انه احد الامثلة اللي ما يعتبر فكرة هذا ما هو جزء من التخطيط هذا جزء من الكتابة وهذا التفكر فيه بالعربي ما هو فكرة حلو يعني تقعي ناس وصياغة لا وغالك تقول لي ليش نحن نحن العكس نحن نجي الجزء الصعب وصلاحة سهل لنقول ليش انا اباء المفروض يربوا دائما كنا نسمع في المدرسة تمت ربيت في البيت ومدرياش فالمدرسة فالمهم بعدين يجيك للمدرسة المعاصر بيقول هذي وزارة التربية وتعليم فأنا حنربيك وبعدين حلمك فالمهم فيجي الجزء الثاني طب ليش المدرسة المفروض يربوا او مفروض يكون عندهم من يخلوا للطفل بخصاري ليش يربوا امريك نعطيك عافية ولهذا تم فصل كلمة وزارة التربية وتعليم فعلا فكرة حلوة لكن السؤال هنا طب يقولك ليش لانه بيقعد عندهم 8 ساعات لو ان ايه بيجلس وقت طويل لكن لو هو طويل هو فعلا يجلس وقت رهيب جدا واحد بيقول فاطما ابراهيم تقول هي تعلم الولد والمو نظريمي أما الوالدين طب دقيقة كذا أبغاك وتركز معايا أحد المشاركات ما نبغى نجلد اليوم مع نيسنا شوية في نقول هذه فكرة غلط تماما أنا من جد أبغى تعلم أنا أبغاكي أنت فاطمة أبغى الشخص اللي قاعد يسمع أو الشخص اللي بحرفين بأخذ الفيدباك حق كمان أنك أنت بتستفيد بأمس الوقت مثلا المدرسة طبعا ليش وأنا قاعد يقول ليش المدرسة المفروض تربي أو المسؤولية الأساسية للتربية أو أنه يكون الشخص عضو كويس في المجتمع اللي هو باختصار تربية مسؤولية المدرسة وليس الهباء طيب فاطمة تقول هي تعلم الروز أو الأمور النظرية أما الوالدين أمور التطبيقية هذه ما هي هذه ما هو مع الجزء الثاني هذا بالعكس العكس أو هذه حاجة في النص لا تحضر حاجة في النص خليك واضح مع فكارك مثلا هذه بوينت لكن في نقطة ثانية رهيبة ممكن يصير تحفيز عشان في طلاب تانيين معاهم واو عشفينها زيهم وإذا كل يسوي نفس الشيء واو ممكن يتربوا بشكل أحسن مثلا أو مدرس تساهم بشكل أفضل بكتير طيب ناخد منورة تقول لأنه مكان عام وفيه مجتمع يتعامل وفيه فيه أشخاص من عمره فيه أشخاص من عمره مرة تانية فكرة جدا قريبة وممكن يقول نفس الفكرة لكن فصلت طريقة تانية amazing لأنه يتعامل مع الأطفال وممكن يقلدوا مع الأطفال زي بعض مرتين تيجنوا فهذه فكرة فعلا 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 رهيبة أحد ممكن علي يقول أنا ما أدري استفهمت على فكرتك علي ولا لا إنه مثلا الأباء مشغولين بسبب شغلهم وهذا خطيرة شوية لكن مثلا مثلا واحد يقوله أنا فعلا أنا مشغول فأنا بروح المكتب فأحتاج أحد فعلا يهتم بأبني وعلم الأساسيات makes 100% sense إنه يكون ماشي معاه يفهمه المبادئ ويربيه وأنا عليها إنه مثلا أشرف عليه وشيذا كان المسؤولية الكبيرة المدرسة المفروض تحتم بهذا الشيء أبقا مشغولين عندهم إلى آخر that's again a valid point كبالة تانية ملاحظين إنه إحنا قاعدين يتكلم على أفكار غريبة يعني أنا ممكن أو دائما الإنسان أنا كإنسان human أنا ممكن يقول أنا أحس أن أنا في الطرف الأول ما لي في الطرف الثاني فليش أفكر فيه؟ رقم واحد السؤال أصلا هنا لازم يقول لك لازم تاخذ الطرفين ودائما لما تناقش طرفين بشكل عام للناس اللي مستوانا متوسط ومبتدئ ووقع المتوسط تكون أحسن لما تكتب طرفين مع بعض عشان يمديك تعبر الأفكار بشكل قوي فهي دائما فكرة كويسة أنك تاخذوا الطرفين تفكر فيهم يتأثر باللي حوله 100% أحد بيقول المسؤولية أمام الله طيب 100% كجملة أحترمها تماما لكن كيف أنت تحطها كفكرة؟ يعني فهمها لي فإيش داخل موضوع المسؤولية على أن المدرسة هي المسؤولة حلو أنا حسنت يعني أنه ما فهمت الفكرة أو ما هي مفهومة ولا تاني أن هالفكرة تكون مفهومة للمختبر الشخص اللي ما يعرفك ويقرأ على السريع فما فتكون واضحة فإذا هي فكرة معقدة فلا تكتبها أو فكرة تحتاجها تكتب تشرحه بالعربي نصيح فما حين فعلا شو صب؟ ففي أنشطة ومرافق فكرة مرة جميلة في عندهم انتراكتب وبيقدر يشرح الفكرة بشكل بسبب مهاراتهم فيه مدرسين وعندهم خبراء مثلا ممكن هذا ما أحد ما قلت قريتها أنه مثلا أنه في أساتذة خبراء جدا وعندهم علم نفس ويعرفوا كيف يربوا الطفل بشكل ويستخدموا أنه في أساتذة خبراء جدا ويقدر يأخذ الموضوع هذا بإحتراف مو بس كده بالربة كده عشوائيا كده ومي اللي يشافوا مثلا 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 وحطت لكم الأفكار الرهيبة ووريت لكم ووريتكم الأفكار اللي ما تضبط بنفس الوقت فيعطيكم ألف عافية نحن حرفين في آخر دقيقتين نأخذ سؤال بسرعة كده على السرية كنت بتحمس نأخذ سؤال كده أربعة سئلة اليوم أو أنه أو أنه خلاص نقول لكم مع السلام ونشوفكم كاين طيب لاتكو يلا بسرعة طيب يلا بسرعة إلي منكم حاب السعادين نأخذ سؤال سريع وهذه المرة نبغى فعلا نكون سريعين أبغاكم تكون فهمت الفكرة ودحين تطبقوها كده على طول إن سم كونتري is the average weight of people هذا سؤال جديد وجميل طيب سرهاد يقول the average weight of people is increasing يقول لك متوسط وزن الناس قاعد يزيد and their levels of health and fitness are decreasing ومستوى صحتهم بشكل عام ولياقتهم قاعد ينزل فالوزن بزيد الياقة بتنزل أوكي إيش تتوقع هي المشاكل أو المسببات لهذا المشاكل وإيش أشياء اللي يمكننا نسوي عشان نحلها جميل يلا حل اللي هو دقيقة ما يحتاج دقيقة كمان هعطيكم حرفين سكتة كده خمسة ثمانية يلا عشرة ثمانية قل لي فين الخلفية فين الرأي فين مهمة طيب حلو حلو فين الخلفية ما في خلفية يصني هي جملتين فهذا هو الرأي ما في الخلفية الرأي هي يقول لك أنه الويد قاعد يزيد والحظة فيدس قاعد ينزل فالمهم هي أعطيني الأسباب ونقولي الحلول يعني بمعنى آخر وما هي الممتل وهذا ما معناها ما معناها ميقياس يقيس وما يقاعد في نفس الوقت ما معناها إجراءات منه نأخدها في هم معناه ومرة ثانية إذا كلمة تحفظ معي كلمة ما هو الممتل ستكلمها في الاختبار ستكون سهلاً هذه الأسلم تشوفها كثيراً وما يجعلك اسم الكتابة هذه الكلمات خاصة تثبت عندك دائماً الجزء المهم دائماً تيجي الكلمات مكررة والجزء السؤال يكون مكرر فهذه من أحد أنواع الأسئلة من Task 2 لذي منكم معدل Task 2 أصلاً طيب إيش في الجزءين؟ إيش المطلوب؟ Causes أسباب بعدين عندنا أشكال measures بنقول أم عشان مرة ثانية عشان الخطة الجميع المشاكل أو أسباب ومجرز أو الحلول أو حلول ممكن نقول عليه حلول ونقول أسباب يلا guys هذه المرة أعطيكم دقيقة نبقى نفكر بسرعة أسباب ليش الوزن بيزيد؟ سهلة أسباب ليش الوزن بيزيد؟ نعيد برة ثانية أسباب ليش الوزن بيزيد؟ وليش الصحة قاعدة تنزل ما شاء الله هذا الموضوع أنا ممكن أجيب لكم دحين لستة كمان تمام؟ يلا أسباب كوها الدقيقة واحدة وبعدين يعطيني الحلول إيش الحل؟ يلا ترجمة نانسي قنقر معاقب هذا المجرز الحمد لله احنا شايفين نتازة رهيبة ومن ثم إذا نacaktت جهس فأنا ممكن أخلي الفكرة الأساسية عداة أكل سيئة ومنها نخلي فكرة فرعية حرفية نفرعها نقول فاست فود بعدين مرة ثانية نقول أكل مرة كتير فهذا مثلا الجزء الأول مثلا الفكر الأولى أمري تقترح اقتراحات أفضل تقول أنه بيأكلوا سعرات حرارية أكتر في مرة ثانية هنا ممكن يقول فكرة جدا جميلة فنقول eating having more calories في مرة ثانية ممكن تجيزي في جزء الأكل فbad food habits فنقول having more calories than what we need بيأكلوا أكتر من احتياجهم هذه حاجة شوية ما شاء الله ديب وتقنية شوية لكن كويسة مرة بعدين يجيو جزء الثاني النوم المتأخر من أمري رهيبة فعلا فكرة مميزة ومختلفة أحد يقول لنا تقول حلة الحلة مساء مصيبة 100% صح fast food ممكن تجيزي جزء جزء مني فهو فكرة أنه أنا صعب أن أقول الحلة هو اللي مسبب المصيبة كلها تنفع معاني وتنفع معاني وفعلا تنفع ممكن تقول fast food هو اللي من أحد الأسباب لكن إذا تبقى تكون كده إجابتك وفتخطيطك رهيب تحتاج أنك تفصل الفكرة هديك يعني دائما لما تكتب الفكرة الفكرة اللي تكتبها هنا لازم تكون قابلة للتفصيل وإذا الفكرة ما هي قابلة للتفصيل حتعاني لما تكتبها ما هتعف تشرحها لو أنت على ذلك تكتب 250 كلمة ما ينفع تروح تحط روس أقنام تقول هذه 250 كلمة تفضل لا عليك تفصل جملة جملتين فدائما لما تحط الفكرة لازم تكون قابلة للتفصيل إذا حطيت حلة كيف يفصل؟ يمكنني أن يفصلها يمكنني أن يقول تحتوي على كالوريز كتير وهذا يزيد وهذا بيخلي الناس يأكلوا أكثر من احتياجهم وهذا بزيد زمن حلو فأجان بس بوريكم كيف قاعد يفكر فهل الحلة فكرة حلوة؟ ممكن لكن هل مثلا يقول أعداد أكل سيئة ودخل نجوها أشياء كتيرة أجان فكرة حلوة طيب أحد بيقول التقنية سبب تخلط الناس ما بيتحركوا فعلا سبب جميل أو نقول بعدين فصلها سبب التقنية وأنه شراء أونلاين لأخذ ناقب شوية أنه الناس ما بيتحركوا بيتهم يطلب على طول أحد قال عبد الرحمن كوفيد طبعا هو فعلا الموضوع صح أو something ربي يعني سهل الأمور إن شاء الله رب تعدي الفترة وازمها بخير لكن هل هو ذكر كوفيد؟ فكرة كيفية تقول كوفيد هو اللي يخلى النازل كده هو كوفيد أزمة صح إنها طويلة لكن هل هو الشيء اللي قاعد يصيب شك عام؟ ممكن فهو فكرة أنا أقول هي في المنطقة الرمادية ما أقول فكرة خطأ ما ينفع تحطها ولا أقول حطها أو ما أقترحها كمان فأنصح كينك تركز على الأشياء الأساسية حلو؟ أنا وقت يقول التوتر والغصب أنا ما فهمت exactly what happened here لكن مثلا نوال أحسها فكرة بعيدة إذا عندك فكرة قريبة تقدر تفهم بسرعة أحسن طيب فكرة كوفيد جلوس في منزل 100% لكن الموضوع بيأثر يعني هي قصدها كان كوفيد الناس بتأثر سلبيا واحد يطلع بره واحد يقدر يتمرن بره فبتأثر صحيا ما حدث الناس كوتار بتكلم عن موضوع هذا والغضب أوكي نوال ماليش فأجن العصبية بتكون بتأثر في موضوع ممكن لكن ليش ما نأخذ الأشياء الكبيرة مثلا الأكل التمرين ما أحد يتمرن يمكنني نحط الناس ما بيتمرن there's no work there's no exercise no activity فما في الناس مشغولين من البيت يروح البيت من المكتب يروح البيت وباعكم هناك ما في activity مثلا كلها فكار رهيبة وليتكم عضا الفكار لما تنفع والفكار التي تنفع نيجي دي حالي جزء تاني الحلول يلا أعطوني حلول كثرة الشغل بزبط ممكن مرة ممكن ما أدري معنو أنا ما أقول لا طبعا نيجي دي حالي ايش الحلول أكل صحي ترتيب الوقت طبعا نحاول من أفكارك ما تكون العكس تقول fast food وقف fast food اشتري online يوقف اشتري online هذه ما هي فكرة هذه تعتبر نكعت حرفين تقول لا تفعل وفعل يعجب من الطالب وليعجب من الطالب تكون في مدرسة عندنا ما أدري إذا كانت عندكم لا في نقول انو اشترك من هذه ففكرة انو joining an exercise or just committing or setting a daily routine for a workout فعلا من جد مثلا بالضبط هذه دائما ال IELTS يعجب الفكرة هذه انو يقول انو تكون مبادرة حكومية فممكن الحكومة تقوم بمبادرة للرياضة وللصحة ومبادرات صحية وتزيد ال awareness لناس انو سمنا شي مسبب بالرياش وشيء ذكذا هذه فكرة جميلة ال IELTS من حبل اصلا هو تعبير كمان حلو انك تعطي فكرة مميزة وبعيدة جدا initiative the government can make initiative about health awareness and losing weight and so مرة ثانية فكرة حلوة ترتيب النوم فكرة حلوة وبناء الروتين للحياة فعلا والتخطيط للحياة صحية again is amazing تخفيض اسعار المنتجات الصحية amazing مرة ثانية وآخر فكرة حلوة انو الناس يبدوا يشتروهم ويفضلوهم اكتر لانو هذا أصلا نحدث باب الناس يحقق الفاسفود انو أرخص ومتواجد في كل مكان توفير نوادي بس عار معقولة مجد it's a great idea ما شاء الله لفكار مجد باني شايف فكرة غريبة ما شاء الله كلكم كتبتوا amazing campaign زكي حلوة منتوبة زي ووو ما شاء الله انو الشخص يشويه واكله بنفسه it's a great idea تميل جدا الموضوع ما كان سهل امتأكد لكن مقدر ما شاء الله حماسك اصرارك انا بالنسبة لي انا اصلا دائما اقولها للناس اللي يكون معايا سواء فورش عامل حقيقية قبل كوفيد وفورش عامل هذه موجودة وحتى في فيديوهات طويلة زي زيك انت انو لما تشوف كل هذا المدة اصلا انا صراحة هيك على الطاقة اللي فيك والكرف اللي انت سويت وقدرتك على انك تجلس كتب مركز ومواصل على هذا جزي and that's amazing فهذا صراح يبشرني ان شاء الله متكد انك انت من من هدول العشرة بالمئة اللي دائما يبشرون المنتاج الرهيب فأحيك عليه please keep it up رقم واحد رقم اثنين زي ما شفت التخطيط ما يحتاج انجليش الرهيب قلت اكتر مرة ما يحتاج انك تكون مبدع فإحتاج ان يكون عندك شوية منطق وتمشي على المنطق هذا والمنطق هذا ثابت لا تقول عبر حمال والأسئلة اللي انت مريت فيها مع احتمال صعب جدا ان يجيك سؤال معاقل وما انت تخطط له تحتاج تخترع تستخدم المنطق ما تكرر فكارك انت تسر واستخدم القالب فيديوهات كثيرة موجودة وتكلمت عليها وكيف تكتب فعلا هذه المرحلة الاولى القوالب وكيف تكتبها هذه كلها شاركتها فيديوهات الموجودة وتحمس اسمع منك الفيدباك كنت تبغاني قصقص اكتر فاستخدم هذا الفيدباك الاشياء الجاي ان شاء الله او ايوه او قديش استفاته وشيء زيك كده سبحانك الله محمدك نشر لعنس استفره توقليك ومع السلام بتوفيق اشتركوا في القناة